لو مارشي كل العرضين فيه في حتة وزين في حتة تانية حتة زين حتة زين فعلاً إبداع ما فيش أحلى منه عايزينك تكلمنا عن أحدث الإبداعات اللي انت بتشارك بيها في معرض لو مارشي النهاردة النهاردة أنا طبعاً جاي بحط تطش مختلف عن كل معرض بعمله في المرات القبل كده وكل مرة عمتاً أنا بحاول أشوف فرايتي مختلفة أو فكرة أعملها غير الأفكار اللي بنزي بيها كل مرة الفرايتي عندي أكتر فإن أنا ابتديت أعمل حاجات فيها نحت بارز حاجات بارزة عن الحاجات السوليد اللي أنا كنت بعملها قبل كده بستخدم ماتريلز مختلفة في النحت البارز بنستخدم الأضاءة وبنوظف ديكور النحت البارز على البيت على حسب الستايل بتاعه إبداع 3D زي ما بيقول هي دي الفكرة خير اللوحة مش لوحة عادية لازم تحس فيه بديمانشن مختلف بالزبط كل لوحة في المعرض ده أنا عاملها بالتعبر عن الموضوع بتاعها وليها فكرة غير يعني مش عارض كل اللوحات بتاعتي بنفس الستايل ففكرة النحت البارز دي فكرة فكرة الرسم على السجاد أيا كان شكل السجاد ده فكرة تانية فكرة استخدام القماش في اللوحات أو الماتيريال زعمتا أصائيس القماش أصائيس القماش يعني فيه طابلوم مثلا أنا عايز أقولك أن أنا مجمع أصائيس القماش بتاعته بقى لي عشر سنين تقريبا عشان أعمل بيه طابلوم معين أنا عايز أعمله الحمد لله عملته غير الأرتوركس بقى اللي موجودة من الحاجات الخشبية والحاجات الإضاءة والتماثيل والحاجات النحتية يعني كل الكلام ده يعتبر بالنسبة لي جديد وده طبعا انطبعات الناس اللي جاي المعرض بقى يعني الكلائنس اللي جاي المعرض جاي يقول لي إيه الجديد اللي انت عملته في بعض اللوح بالذات عايز أتكلم معاك عليهم أولهم اللوحة اللي طالع معانا في الـ background دي إغرقية مظبوط دي إغرقية من اللوحات المميزة بالنسبة لي وده أنا كنت مظبطت عليها عاد فترة طويلة جدا بجاهزها قبل المعرض واشتغلتها عشان عايز أطلع فيها إفا معين الـ style بتاعي اللي نحت أو الحاجات اللي فيها حاجات منحوطة أو برزة في مصر عمتا الناس بتشتغلوا بطريقة معينة بس أنا حاويت يعني حبيت إن أنا أوظفه بطريقة فنية details اللي فيه details خطيرة style الألوان style الـ reflection حتى بتاع الضوء عليها مختلفة عايز أقولك إن الإضاءة دي لو إنت قافل الإضاءة كلها ومسبطت على الـ tabloada بالذات هتلاقي فيه موضوع خطير يعني وفيه شفنا كمان لوحة اللي انت عملها 3D بالـ word مزبوط دي برضو مختلفة وفكريتها فعلا لفتت انتبهنا أولا على خشب ومعمول عليها الـ word وحاجات برزة بالجيبس برضو غير الماتيريال نفسها اللي هي الخشب فيه واحدة تانية في الخلفية برضو وورايا اللي هي لونها أزرق دي برضو كلها شرايح خشب ومستخدم عليها برضو حاجات برزة الأجزاء اللي برزة دي من ضمن اللوحة من ضمن اللوحة طبعا هي الفكرة في 3D يعني هي الفكرة في إن أنا دايما بخاطب إيه الحاجات المجسمة أو إيه الحاجات اللي فيها خدعة بصرية في نطاق فني يعني هي صورة بنت ملهاش آنين ملهاش 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 هي بنت ملهاش آنين إن أنا دايما عندي هواية غمضة في اللوحات اللي أنا بعمله دايما ما بكملش اللوحات للآخر يعني مش بشتغل من مداية للنهاية في سيناريو معين زي ما بحس المعقف بيطلع معين بطيل مرة كام ليكو في لو مرشي؟ أعتقد ممكن المرة الاثناشر يعني ده المرة الاثناشر من أنا بتدي أنزل ده تواصل نجاح كبير الحمد لله والنجاح الأكتر بالنسباني من انطبعات الناس اللي جاية وتشوف الشغل احنا عامنينه ويطلبوا إيه الجديد الحمد لله دي توفيق من ربنا برضو ربنا بيدي لك الكوة والباور إن انت طول الوقت يبقى عندك شغف إن انت تطور وتعمل الجديد وتعمل المختلف والهاجات دي كلها اشتركوا في القناة